اهلا اهلا يلاحيهم فيديو جديد خفيف لطيف مختصر جدا جدا بعلمكم اليوم وشلون ترتبون لكم جدول جدا منظم باذن الله لرمضان طبعا اول شي تحتاجون ورقة وقلم انا طبعا افضل ورقة وقلم عن الجوال يعني بدل ما تكتبون في مذكرة الجوال وش رح تسوون الافضل انكم تكتبون فرقة وقلم وتعلقونه عندكم في مكان واضح باذن الله انه هذا الشي جدا لساعدكم انا عن نفسه جربت هالشي في كثير اشياء والحمد الله ضبطت عندي كثير يعني لو حطته بالجوال يوم يومين ثلاث يعني ما يكون نفس انتاجية الورقة وقلم يعني فلذلك طبعا عن القرآن جدولكم في القرآن كيف رح تحطو لكم ختمة باذن الله وختمتين وثلاث وعشر رح اعلمكم بشكل طريقة تحطو لكم جدول جدا خفيف يعني حتى تتخلصون صفحات بدون ما انتم تحسون وكذلك هذا الكتاب رح اتكلم عنه لكم بشكل اكثر الكتاب هذا انا ما رح احتاجه كثير بس فيه اشياء رح تفيدكم فيه موشط هذا الكتاب بالضبط بس فيه فكرة انا ودي علنكم عنه فيلا خلنا نبدأ اول شي اخذو لكم دفتر او مذكرة او اي شي اتبونا موشط نفس هالدفتر ممكن دفتر يكون دفتر عادي رفتو اللي ليبو 40 او 60 هذه الاشياء تجبونا الدفتر طيب و تحطو لكم الاهداف اللي انتم تبونا في رمضان يعني مثلا اول شي يودك تختمين القرآن يعني تحطو لكم جدول للختم وتحطو لكم جدول مثلا لصلاة الترويح عدد الركعات اللي تطلونا في الترويح موشط عدد الركعات بس اهم شي تكتبون انه صلاة الترويح عشان ما تنسونها وممكن تحطو لكم مثلا صدقة موشط صدقة مثلا الفلوس مثلا كلمة طيبة ترى صدقة لبسام صدقة اماطل الاذان طيقة صدقة كثير اشياء الصدقات مرة كثيرة يعني ما ينحصر بس بالفلوس الشي الرابع مثلا انك مثلا وديك تساعدين اهل بيتك مثلا مساعدة اهل البيت انت لما تساعدين اهل بيتك احيانا النفء المتعدي افضل بكثير من النفء المقتصر عن النفس يعني انت لما تساعدين اهلك احسن من انك تقرم قرآن احيانا ليش لانك انت ساعتي يوم انت تحتسبين الاجر انك انت وديك تعطينهم يعني عرفتو يعني وديكم تعادونهم خاصة بالفطور بالسحور ترفي اني بس صدقة يقول في كل كبد الرطبتين صدقة يعني انت لما تستشعرين مثل هذه الامور ترى في رمضان باذن الله انه مضاعف برضو وتكتبون هنا كالشي انتو مدكم تسوونه بس اهم شي تكتبونه ددوا للختم ليش لان باقي الاشياء اذن الله نتحتجوا معكم بشكل يعني على طول باذن الله الشي الخامس للاخير اللي ودي اكتبه هنا بعد اللي هو لا حلو لقوت الله الاذكار لا تنسوا طبعا الاذكار صباح واذكار بسا واذكار نوم كلا يشمل كلا السادس وجد المهم انك تحطي لك ورد معين من الذكر ورد الذكر ليش ورد معين للذكر يعني كم ودك تستغفرين كم ودك تطليل على النبي صلم في اليوم كم ودك تحوقلين يعني خاصة هذه الامور تفتح لك افاق وسبب باذن الله لاستجابة الدعوات ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الواحد يعني ليش الاطفال دعواتهم مستجابة لان ما عندهم ذنوب لسه ما عندهم ذنوب فالواحد لمن يستغفر كثير ان شاء الله ربي حيغفر ذنوبه ويكون اقرب لاجابة الدعوة هذا بالنسبة الاستغفار والحوق لا لا حول القوت الله بالله انت تقولين انه انا ما لي حول القوة الا بك يا ربي الصلاة عن النبي في حديث عن نفس سلم بالمعنى جاء له رجل او من صحابة يعني قالوا كم اجعل لكها من الصرات عليك يا رسول الله قال ما شئت قال الربع قال ما شئت وانزلت فوخي اخر شيء قال ايش قال اجعل دعائي كله وصاته عليك يا رسول الله وش قال النبي السلام اذا يغفر ذنبك ويكفى ذنب ويكفى همك وفي رواي ويقضى دينك يعني هذه الاشياء لا تغفرون عنها ابدا 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 خلصنا الجدول نبدأ بالجدول ودي اعلمكم عن هذا الكتاب هذا الكتاب ممرة حلو يعني شوفوا مقسم اول شيء ورد الثناء يعني الواحد لو ما يفثني عن الله سبحانه وتعالى كيف تستنون عليه من هنا يبدأ يعني يعلمكم اورد عن الثناء على الله سبحانه وتعالى من الآيات او من الحديث الله ملك الحمده انتون سموات الأرض ومن فيهن طبعا هذا الحديث معروف يعني فيه اكثر من الحديث هذا الحديث الثاني ومرقم عندك خاصة مثل امتا طب يعني احتاج للورد الثناء خاصة في ايوم الجمعة مثلا ابي ادعي مثلا في صرات الترويح او التهجد انت صلين في البيت او انت صلي في البيت طبعا اللي صلون في البيت طبعا نساء مفوض الرجال صلون في المسجد مع الرجال بس هذا لكم انتم يعني حتى بالنسبة للرجال احيانا ودي يصلي مثلا الترويح والتهجد في ايام غير رمضان في الايام العادية فيحتاجوا انه يتعلم ورد الثناء هذا ورد الصلاة عن النبي صلى يعلمكم ادعي طبعا الصلاة عن النبي الله صلى الله عليه وسلم مو بس هذه في كثيرة في الصلاة الإبراهيمية هذا ورد الاستغفار كل واحدة يعني ملون هذا ورد السؤالات سواء كلها من الآيات أو من الحديث كلها موجودة وهذه ورد الاستعاذات وهذه الموفية الرقية الشرعية يعني مرة تفيدكم بإذن الله هذا ورد الكرب والهم آخر شيء ورد الصباح والمساء هذا ذكر صباح والمساء موجودة اسمه كتاب أوراد مؤيد عبد الفتح حمدان قدم له الشيخ عبد الثمان الخميس وقع الشيخ معروف بس موشة تتقيدون بهذا الكتاب أي كتاب يعني يعينكم فيها توقع حتى حصة المسلم ترى فيها مثل هذه الأذكار أي كتاب تلقون فيها ورد الثناء أو السؤال أو الاستغفار ترى تستبدون منها موشة هذا بس كمثال أنا بس أوضح لكم الفكرة آخر شيء اللي هو كيف أنا أحط لي بسم الله على شنون أحط لي ورد أو يعني ختمة وأنا بحط لكم جدول الآن على الشاشة يعلمكم شلو نتقسمون الصفحات في اليوم على حسب الصلوات إحنا عندنا خمس صلوات في اليوم عندنا الفجر الظور عصر المغرب عشاء خمس صلوات بس ممكن إحنا نزيد التراوح والتهدود بصر عندنا سبع صلوات فنقسم على سبع صلوات طيب أنا لو قلت في اليوم جزء واحد بس لجنهات الشهر أنا رح أكون ختمت القرآن مرة وحدة طيب طيب الشن أقسم الجزء هذا في اليوم أنا عند الفجر ظهور عصر مغرب عشاء عندي خمس صلوات وعند الجزء وعشرين صفحة بعد كل صلاة يقرؤوا أربع صفحات أربع في خمسة يعطني عشرين أنا أكون نهاية الشهر أكون ختمت مرة وحدة تبعون مرتين خلوها يعني بعد الفجر أربعة خلوها ثمانية عرفتوا بعد كل صلاة ثمان صفحات نهاية الشهر تكونوا ختمتوا مرتين وهكذا بس مو شط إذا نفس الترتيب هذا بيكون نفس الختمات أو لا بس أنا رحض لكم تدول إن شاء الله تستفيدون منه أي شخص تبعونا يستفيد من هذا الفيديو ارسلونا وإن شاء الله يستفيدوا لكم والأجر بإذن الله كل ما قرأ لو يقرأ أنا وحدة على كل حرف لكم حسنات فأنا وإياكم ننشر هذا الفيديو عشان نكسب حسنات والحسنات طبعا في رمضان بإذن الله لنا مضاعفة بس في شيء جدا جدا مهم أنا ودي أن أبهكم عليه اللي هو اللي هو الصدقات أنا ودي أن أبه عليها طبعا عارفين لأخر أيام أو عشرة أيام من شهر رمضان بإذن الله فيه ليلة قدر مستجاب فيها الدعوات مستجاب فيها كل شيء بإذن الله لنا مستجاب والعبادة فيها تعدل 83 سنة تقريبا وكم شهر طبعا يعني تخيلوا أنتو لو ختمتم في ذاك اليوم كأنك ثلاثة ثمان سنة وانتو قاعد تختمين كل يوم لو صدقت بريال واحد بس حاول لكم تتقون في العشرة أو آخر في الليل عشان بإذن الله لنا يوافق ليلة قدر وكأنكم صدقتوا في ليلة القدر طيب يعني لو صدقت بريال واحد كأنكم ثلاثة ثمانين سنة وانتم كأنكم تتقون بريال وكل واحد على حسب وش عنده يعني إذا تقدرون ريال إذا تقدرون أكثر إذا تقدرون مثلا تعطونهم الأكل اللي عندكم الباقي طبعا يكون نظيف لازم أي شيء تقدرون تتقون فيه صدق وكلمة طيبة ابتسام وصدقة نصيحة أي شيء لا تبخلون فيه لأن الأيام هذه كأنك ثلاثة ثمانين سنة وانتم قاعدين تتعبدون الله سبحانه وتعالى وبس كذا نهينا الفيديو إن شاء الله يكون خفيف لطيف وعجبكم وتستفيدون منها بإذن الله تونى في نهاية الشهر لا تفترون شدوا همتكم وشدوا حيلكم وعزمكم إن شاء الله ربي رح متى ما شاف منكم صدق النية بإذن الله رح تقبل منكم بس إذا وصلنا لهذا الفيديو إن شاء الله عجبكم لا تسألوا لاعك وإشراك بالقناة إن شاء الله نشوفكم بالفيديوهات الجاية